التفاسير القرآنية تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد المعروف اختصاراً بالتحرير والتنوير هو تفسير عظيم القدر من تأليف الإمام محمد الطاهر ابن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي المالكي ولد الإمام بن عاشور في تونس في أيلول سنة 1879 للميلاد ونشأ في أسرة علمية عريقة حصل على شهادة التطويع وهي أعلى شهادة علمية كان يمنحها جامع الزيتونة بتونس سنة 1899 للميلاد برز في عدد من العلوم ونبغ فيها كعلم الشريعة واللغة والأدب كان الإمام بن عاشور من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني وتولى مناصب علمية وإدارية بارزة وعين شيخاً لجامع الزيتونة كمختير ليشغل منصب شيخ الإسلام المالكي أثر الإمام بن عاشور المكتبة بالعديد من المؤلفات القيمة بلغت قرابة أربعين مؤلفة توفي الإمام بن عاشور بتونس سنة 1973 للميلاد يعد تفسير التحرير والتنوير من أبرز التفاسير الموسوعية العصرية الحديثة مكث الإمام بن عاشور في تأليفه قرابة أربعين سنة وهو تفسير يجمع بين منهجي السلف والخلف مهد الإمام بن عاشور لتفسيره بعشر مقدمات في أصول التفسير وعلوم القرآن ثم شرع في تفسيره وطريقته فيه أنه يبدأ بذكر اسم السورة وفضلها وفضل قراءتها وترتيب نزولها ومكيتها ومدنيتها وعدد آياتها وبيان أغراض السورة ثم يذكر موضوعات السورة بعدها يبدأ بتفسير الآية منتخبا جملة منها فيفسرها قطعة قطعة وقد اعتنى الإمام بن عاشور بالناحية اللغوية كما تعمق في بيان معاني المفردات في اللغة العربية وبيان وجوه الإعجاز والنكة البلاغية وأساليب الاستعمال وبيان تناسب اتصال الآيات بعضها ببعض كما ضمنه كثيرا من الفوائد واللطائف والتحريرات والإشارة إلى الحكم من الأحكام والتشريعات التفاسير القرآنية التفاسير القرآنية